أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره لدور المجر في دعم مصر خلال السنوات الماضية وفي أصعب الظروف كما ثمن أيضا دعوة مصر لمرة الثانية العقد قمة مع تجمع فيشغراد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر فيكتور أربعان وذلك حيث شدد رئيس السيسي على احترامه وتقديره لرئيس الوزراء المجري على دعمه المتواصل لمصر وجيشها مؤكدا تحصن الوضع الحالي في البلاد بكافة المجالات أعرب لك عن تقديري واحترامي الشديد لك والشعب المجري وأيضا على المبادرة في دعوتنا للمرة الثانية لقمة فيشغراد والمباحثات الثنائية الإيجابية التي دائما ما تكون مباحثات طيبة ومثمرة في كافة المجالات وأنا اسمحوا ليقول لكم هنا أننا لها تقدير كبير قوي لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وعلى قدرته على إدارة وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو حتى في منطقة المتوسط وبسجل احترامي وبسجل تقديري أيضا ليه على دعمه المتواصل لمصر واللي بدأ مبكر قوي منذ سنوات وثقته في أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة اللي مرت بيها في 2011 و12 و13 وبعد فيه وقع أفضل دلوقتي في المجالات المختلفة